السلام عليكم مرحبا بكم فيديو جديد ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نحضر هذه الصندويتش اللي كي يجيو بنان بزاف واحد الخبز رائع رائع جدا وخاص بقلية وتشاركت معاكم الطريقة في القناة وإذا ما شي مشكل نعود معاكم الطريقة دي للخبز ومن بعد غادي نشارك معاكم حتى الحشوة اللي كجي اكتر من رائعة ولداتكم اكيد غادي حمقوا هذه الصندويتش إلا عجبكم الفيديو ديروا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس هكذا باش ترقوا توصلوا وبكل ما هو جديد دو زدابة على بركة الله باش نشوفوا الطريقة غادي نديروا كيف ما قلت لكم الخبز اللي كان ديروا في زلافة ديال دقيق الابيض كذلك زلافة من دقيق الفينو اي دقيق القمح الصل زلافة ديال الحريرة اللي معروفة عندي هنا يا معلقة ديال الخميرة المعجونة ممكن أنكم ديروا الخميرة الخميرة الفورية يعني الخميرة حبيبات اللي متوفرة عندكم قدرت معاها نصف معلقة كبيرة ديال سكر ساندة وطلقتهم بشوية ديال الماء كذلك كان في المكونات جوج معالق كبار عمر مزيان من الياغورس الطبيعي كذلك جوج معالق كبار من زيت الزيتون كان عجنوب الماء الدافئ واكيد الملح اللي هنا يعطف اكرتها هنا يا ما كان خلي وش العجينة تخمر لينا في المرة الاولى يعني كان غادي ندلكها غير مزيان وغادي نشكلها كاكويرات باش نخليها ترتاح من بعد هاد الخبز كيجي خفيف بزاف كيجي صراحة رائح غادي نزلها على سطح العامل باش ندلكها مزيان من بعد ما دلكت العجينة مزيان هنيا غادي نقطعها هاد الكمية ديالتقي قليتة كتخرج ليه تسع حبات كيجي هنا هادوك مكبار مصغر يعني هاد القياس كيجي هكا قياس زوين كنستعن بشوية ديالتقيق كنحاول انني هنا ينجمع العجينة يعني نحلا نكورهم ولكن حاول انني نهائيا ما ندخلش لهم دقيق من داخل هكا باش كيجينا الخبز خفيف ما كيجيش مدقص كنستعن بشوية ديالتقيق كنحاول انني طباح كنستعن بشوية ديالتقيق كنستعن بشوية ديالتقيق نغطيهم ونجعلهم يرتاحوا فضل المرحلة لمدة 15 دقيقة من بعد ما ارتحت العجينة لمدة 15 دقيقة نشكلهم على الطريقة هذه نستهل بالقليل من الدقيق فقط طريقة سهلة وبسيطة نعود معكم هنا قطعة اخرى بيش تكون واضحة لهاكا الاخوة المبتدئات نحاول انا نقرصها هكا على تشكل بيش تتماسك العجينة ندرهم فوحة صفحة ندر لها ورقة الزبدة ونجعلهم يخمروا حتى يتضعف الحجم ديالهم من بعد ما يتضعف الحجم ديالهم نسخن الفران على درجة الحرارة 250 ونهلم الوجه ديالهم هكا بالياغورت الطبيعي ونرشوهما نرشوهما 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 هيا بسيمسيم لكرا متوفر عندكم هكا بودور الخشخش كيجي وحسن كيجي وحد المنظر كيجي وحد المنظر جميل لهاد الخبيزات او لهاد الباقيت سوفي غدي ندخلهم هنيا يطيبو باش نعمروا لسوندويتش ان شاء الله من بعد ما طابلنا الخوف سوف ندهنهم اولا بلا مايونيز سوف ندهنهم اولا بلا مايونيز سوف ندخل واحد القطعة من الجبن نديروا الماييز لخيار هكا مقطع بالنسبة لخياره معطيش نقطعوهم رقاق بززاف بغيتوا تضيفوا هاد لسوندويتش حتى البصلاة كتقطعوها رقيقة هي كالجيزوينة علاش مادرتاش انا لحان الوليدات ما كيبغعوهاش كورنيشو مقطع شوية على الخص نشي وحيدات غدي نعمرهم اكا ندير فيهم الصوصيس ووحيدين غدي ندير فيهم لاداند نضيفهم كذلك هنا زيتون مقطع بالنسبة لاداند فانا شحرتوا بشوية ديال العدرية سكين جبير ليبزار الخرقوم تحميره القصبور يابس واحد الفصل ديال التوم زيت الزيتون وشحرتوا هو اللي اضفته هنايا نفس الطريقة كندير شوية الميوناز الجبن اولا الفخوماج جدرت هنا يا تشيدا لانا والكي يجيزوين بزا في الصندويتش والخص وغدا نضيف المكونات كاملين اللي اضفت في الصندويتش الاولاني كي يكون هادا وشكل ديال لصندويتش كي يجي وبنين بزاف جربوهم اكد غديعجبوكم متو موليداتكم وصحتكم وراحتكم مسبقا حتى نتلقاوا فيديو جديد ان شاء الله السلامة